اشتركوا في القناة جديدة من برنامج قضايا سورية بمنظور إسلامي رافق الثورة السورية منذ بدايتها دعاة وطلاب علم نهض بواجب الدعوة بين المجاهدين فيما تخلف عن ذلك آخرون فما هو الأثر الظاهر لعملهم في واقع الثورة السورية اليوم هذا ما نناقشه مع فضيلة الدعية الإسلامي الدكتور عبد المنعم زين الدين أهلا وسهلا بكم دكتور عبد المنعم أهلا وسهلا بك أخي الكريم لو أردنا أن نتعرف على الدور الأساسي الذي قام به هؤلاء الدعاة لو تضعنا في صورة عملهم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقائدنا محمد رسول الله وبعد فيما يخص دور العلماء والدعاة في الثورة لا شك أن البعض منهم قد خانى للأسف شرف العلم الذي أعطاه الله إياه فانحاز إلى جانب العصابة الأسدية المجرمة ولهؤلاء نماذج معروفة البعض الآخر تخاذل عن أداء مهمته وسكت في مكان لا يقبل فيه السكوت أما القسم الذي تحدثت عنه فهو الوجه المشرف لطلاب العلم الذين قاموا بواجبهم تماما وهذا الواجب الشرعي هو ما يمليه عليهم دينهم وأخلاقهم وضمائرهم لأن الثورة ثورة شعب بكامله والثوارهم من أهل العلماء والدعاة وأقاربهم وجيرانهم ليسوا من بلد آخر وبالتالي واجب العلماء أن يجاهدوا بعلمهم كما جاهد غيرهم بالكلمة وبالسلاح فكان دور الدعاة حقيقة دور أساسي ومفصل وهام وضروري جدا في التحريض والتشجيع على الجهاد في سبيل الله ثم في ترشيد سلوك المجاهدين نعم هنا هل لنا أن نقارن دورهم الذي قاموا به بدور الدعم المعنوي لدى الجيوش النظامية نعم التوجيه المعنوي هو ما قام به هؤلاء حقيقة بل إن بعضهم تعداه إلى المشاركة بالقتال والجهاد فرأينا كثير من طلاب العلم من أعرفهم ومن أسمع عنهم وإن لم يسمع عنهم الناس قد قدموا أرواحهم في ساحات المعارك نعم هم قدموا التوجيه المعنوي الذي هو حقيقة منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم متوارث في ترتيب الجيوش الإسلامية ويقابله في الجيوش الأخرى ما يسمى بالتوجيه المعنوي الذي فيه تغذية للعقل لماذا يقاتل المقاتل وكيف يقاتل وما هي الأمور التي يتبعها البعض يضع ضوابط البعض يتساهل فيها نحن التوجيه المعنوي عندنا مستقى من القرآن ومن السنة ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من قام بدور التوجيه المعنوي عندما كان يخوض مع صحابته المعارك فيسألونه كذاك الصحابي الذي قال أقاتلهم اليوم يعني لاه الجنة ليه الجنة قال نعم فألقى التمرات من يديه وقال بخن بخن وغير ذلك كثير هي اللحظات التي أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاتب أسامة وعاتب خالد في بعض الأماركين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارس دور التوجيه وكان هنا يأمر بالصبر في غزوة الأحزاب لذلك مارس هذا الدور الصحابة من بعده رأينا خليفة رسول الله وهو يوصي الجيوش بالوصايا العشر الشهيرة لا تقتلوا شيخا ولا مرأة ولا طفلا ولا يعني تقطعوا شجرة إلى آخر الوصايا إذن هنا علينا أن نشبه الدعم المعنوي لدى الجيوش النظامية بما نجده في تاريخنا الإسلامي نعم هو حقيقة مقتبس من تاريخنا الإسلامي ولم يأتوهم يعني بالجديد نحن نتشبه بتاريخنا وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابتنا الكرام نعم هنا حسب خبرتك ما هي أهم المخاطر التي تحيط بهذا العمل كدعاة مسلمين بين المجاهدين الحقيقة الدعاة الذين ظلوا في الداخل فهم تعرضوا لمخاطر عدة الخطر الأول والأساس هو ما يشاركون به غيرهم من الوقوع تحت إجرام الآلة القتل المجرمة التابعة للعصابة الأسدية من البراميل المتفجرة ومن الصواريخ ومن غير ذلك فنجد أن بعض الدعاة قد خسر بيته أو أولاده أو زوجته أو ما لديه من هذه الأخطار هذا الخطر الأول وبعضهم قد فقدناه نحتسبه شهيدا بهذه الآلة القتل الخطر الثاني أو الضرر الثاني عليهم في الداخل هو قلة ذات اليد المادية فبعض هؤلاء كان مدرس أو لديه وارد من الرزق تعطل هذا الوالد في ظل عدم وجود هذه الوظائف وانقطاع الرواتب وغيرها ومع وجود مستحقات والتزامات عليه تجاه أسرته ذلك هناك ضعف في الحالة المادية لدى كثير من طلاب العلم وهذا يوجب على الجمعيات والروابط العلمية أن تقوم بدعم وكفالة طلاب العلم والدعاة في الداخل كي يشجعوهم على الثبات والبقاء ولا يفكر هؤلاء بالخروج إلى الخارج كي يتعبوا في تأمين لقمة حيشهم أما الأمر الأخير الذي أراه يعني يتعرض له الدعاة وقد برز مؤخرا فهو طمع وجهالة بعض السفهاء تجاههم فليس كل الناس قد عرف قدر الدعاة بعضهم يتعرض بعض الدعاة يتعرض لنوع من المزاود عليه واتهامه بالفسق والجهالة والتبديع ولذلك هذا أيضا يجب على قادة الفصائل أن يؤمنوا حماية حقيقية لهؤلاء الدعاة تجاه السفهاء نعم إذن الترتيبات لحمايتهم من هذه المخاطر هي بتأمين منظمات تدعمهم ماديا ومعنويا وتؤمن لهم الحماية هنا يتكلم كثير من الناس عن قلة عدد الدعاة بين الفصائل العاملة على الأرض وعدم توزعهم بشكل مناسب ومتناسق ما رأيكم بهذا الكلام؟ حقيقة رغم أننا قلنا أنهم يمثلون الجانب المشرق هؤلاء الدعاة الذين قاموا بواجبهم إلا أنهم لا يسدون الحاجة والكفاية فمعلوم أنه في كل قرية هذاك مجموعة وربما كتيبة وربما لواء وعلى انتداد الأراضي السورية المحررة هناك حاجة ماسة لوجود أعداد كبيرة من الدعاة تطوف على المقرات وعلى الجبهات وترافق المجاهدين لذلك لأننا في الأصل حتى هؤلاء الدعاة العاملين لا يمكنهم أن يتفرغوا تماما كثير منهم مرتبط بأكثر من عمل دعوي أيضا يعني من إمامة وخطابة وهيئة شرعية ومعهد شرعي وغير ذلك وبالتالي هناك حقيقة حاجة شديدة وهناك ضعف في هذه الناحية ملحوظ وملموس للأسف له أسباب عدد أليس هناك تنظيمات أو مثلا هيئات تنظم عمل الدعاة وتؤمن لهم ما يحتاجونهم؟ هناك ضعف في هذه النقطة كما هي حال الثورة بشكل عام ثقيرة في كثير من جوانبها الأساسية ولذلك فإن الدعاة تعرضوا أيضا لهذا إن سميناه الفقر وقل الذات اليد لأنهم في الحقيقة يعيشون ظروفا غير مثالية وهم من الذين لا يمكنهم أن يمدوا يدهم ويطلبوا فهم ممن يعني يتمتعون بعفة النفس لذلك أنا أقول هذا الجانب المادي لماذا ذكرته يعني لا يوجد حقيقة منظمات أو هيئات إلا القليل من الهيئات العلمية التي انتبهت مؤخرا لهذا الأمر وبدأت بكفالتي بتقديم شيء من الكفالة لبعض الدعاة وهذه الكفالة لا تعم عدد كبير ولا تكفي سوى لأجور التنقل في كثير من الأحيان ينتقد كثير من الناس في الداخل السوري عدم مشاركة العلماء الكبار في الدعوة بين المجاهدين في الداخل السوري مثل علماء المجلس الإسلامي السوري فما رأيكم بهذا الانتقاد هذا ما سنأخذ جوابهم منك بعد الفاصل فاصل قصير ونعود أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين نتابع الحديث عن انتقاد الناس في الداخل عدم مشاركة العلماء الكبار في الدعوة بينهم على أرض المعركة حقيقة أخي الكريم لا يمكن أن نقول إن العلماء كان دورهم سلبي تماما كان لدينا بعض العلماء الكبار ومن علماء المجلس الإسلامي من واكب الثورة وتعرض للأذى في الداخل السوري منذ بداية الثورة لكن حقيقة زادت الالتزامات المطلوبة تجاه الثورة بعد أن انتقلت إلى المرحلة المسلحة وصار دور العلماء أهم بكثير وصار الواجب عليهم أكثر أيضا منذ قبل نعم تذكر كثير أيضا من الكتب قبل أن تعطي المقاتلة سلاحا أعطيه فكرا وتربية نعم ربما كانت المظاهرات في بداية الثورة تخرج بشكل عفو ولا تحتاج إلى كثير من الترشيد لسلوك المجاهد وغيرها أما في مرحلة حمل السلاح فهناك ضرورة جد هامة لكي يكون العالم رفيق وجليس للمجاهد كي يرشد من سلوكه وكي يوظف سلاحه التوظيف الحقيقي وبالتالي نقول أن دور العلماء نعتب على بعض العلماء الذين كان لهم دور أساسي ومفصلي في حياة المجتمع السوري قبل الثورة وعندما انحازوا إلى الثورة وجدنا لهم دور لكن ضعيف جدا اكتفى ببعض البيانات وبعض المقالات البعض الآخر ربما غاب تماما ما هي السبب الرئيسي لذلك برأيك؟ حقيقة ربما عندما نرى البعض منهم قد غادر الداخل السوري هذه المغادرة هي تؤثر حقيقة على العودة من جديد وخاصة إذا اقترنت بكبر سن هؤلاء العلماء إن تحدثنا عن الذين عنيتهم لكن نحن نقول الاهتمام بالداخل له سقف أعلى وسقف أدنى فإن تواجد العلماء المجلس الإسلامي أو غيرهم في الداخل السوري بفكرهم وأجسادهم فهي الحالة المثلى العليا وإن غابوا بأجسادهم فلا أقل من أن يتواجدوا يوميا وبشكل دائم بأفكارهم وبالفتاوى وبالتوجيهات وبالظهور الإعلامي المكثف كي يعالجوا كل مفاصل الثورة وكل ما يحتاجه المجاهدون في الداخل من استفتاءات ومن إرشادات ومن توجيه ومن تصويب ومن تحذير ومن تنبيه وغير ذلك من الأمور الضرورية الهامة التي قد لا تقبل من الدعاة الذين هم لا يحظون بشهرة ولا يحظون بمعرفة عند عامة الناس نعم هذا بخصوص العلماء الكبار أن لهم ظروفا أن لهم أوضاعا قد صحية أو كلكبر السن تمنعهم عن النزول إلى الداخل ماذا بخصوص الشباب لو تعطينا رسالة نوجهها إلى الدعاة الشباب القادرين على النزول إلى الداخل إن تحدثنا عن الداخل فبالأصل هناك وجود بعض الشباب الدعاة من أئمة المساجد وحملة الإجازة الشرعية في كثير من الأماكن لا يقومون بالدور الواجب عليهم حقيقة لذلك ليس كل خريجي العلوم الشرعية في المناطق المحررة يقومون بواجب الدعوة بين المجاهدين وهذه ينبغي أن ينتبه إليها هؤلاء فالموت عليهم كما هو على الذين يقاتلون على الجبهات والموت يأتي بالبراميل المتفجرة على المدنيين وعلى البقية فلم الخوف ولم طالما أنكم لم تقفوا مع العصابة الأسدية وطالما أنكم تقرون بأن الثورة ثورة حق وأن من يقوم بالظلم والاضطهاد هو هذه العصابة فعليكم أن تكونوا على قدر تضحيات أهلكم وشعبكم حتى يحترمكم تمام الاحترام وأما الذين يغادرون فأيضا نوجههم لهم رسالة عتب شديدة لنقول إنكم كباقي الكفاءات من الأطباء والنخب وغير ذلك المجتمع بحاجة لكم بلدكم بحاجة لكم أهلكم بحاجة لكم إخوانكم بحاجة لكم لا تخذلوهم في هذه المرحلة لأن الخذلان في هذه المرحلة هو بمثابة خيانة للشعب وخيانة لأمانة العلم التي أنطها الله سبحانه وتعالى بأعناقكم ولا تقدمون على ذلك منافع من تدريس ودراهم ومال وأمان صحة وعائلة وأسرة وغير ذلك فما أنتم في الحقيقة ينبغي أن يكون الإمام أمام المجاهد حتى يتقبل منه المجاهد وحتى يكون عمل الإمام وعمل الداعية هو عمل حقيقي ليس بالكلام والتنظير إنما بالقول والعمل وأقول على أقل الواجب على هؤلاء الذين غادروا سواء في بعض المخيمات أو في بعض أماكن الخارج أن لا يقصروا في واجب الدعوة بين السوريين لترشيد سلوك الأهالي وحثهم على الطاعات وعدم الإنجرار وراء المعاصي والمخالفات والسلوك السيء كما نسمع في بعض الأماكن للأسف وأن يحثوا الشباب على العودة من جديد للدفاع عن أعراضهم وعن بلدهم وعن دينهم كي نختم حلقة اليوم لو تحدثنا خلال تجيبتك الدعوية بين الفصائل ما هي أبرز المواقف الغريبة التي واجهتها حقيقة لن نتحدث عن موقف غريب بقدر ما أريد أن أوصل لرسالة من خلال مواقف أو موقف تكرر معنا كثيرا عندما كنا نحن كدعاة أنا ومعي عدد من الدعاة طبعا أنا لا أعمل لوحدي لا أدعي أنني الداعي الوحيد كما قلنا هناك فريق وهناك هيئات يعني الآن نتحدث عن في إدلب أعرف هيئة دعاة الثورة وتجمع علماء الثورة قدم عدد من الشهداء هيئة علماء الأحرار نعم موجود رابط علماء أدلب في حلب هناك المجلس الشرعي وغيره فنحن عندما كنا في بعض الأماكن وهذه قد يعرفها الجميع أنا ذكرت الهيئات لأنهم يوافقوني في هذا الكلام نجد بعض المجاهدين ونحن نمر أمام أماكن مرصودة من العدو يقومون بحمايتنا بأجسادهم أنا هذا الموقف حقيقة أثر فيي كثير يعني نحن هؤلاء ليسوا مستأجرين لنا للحماية الشخصية وليس هناك من أجبرهم وليس هناك من طلب منهم ولم يكنوا تحت أضواء الكاميرات ليمثلوا يقومون بعمل لماذا يقدمون سلامتنا نحن كدعاتهم لا يعرفوننا في بعض الأحيان على سلامتهم الشخصية لماذا هذا الشعور حقيقة شعور غريب لأنهم يحترمون أهل العلم يحترمون الدين هم بفطرتهم لذلك أقول نحن لا نعاني حقيقة في أثناء تجوالنا بين المجاهدين بين من نعرفه وبين من لا نعرفه الجميع قلوبهم مفتوحة للدعاة بمجرد أن يعرفك أنك داعية وأنك جئت لتشاركهم همهم وجهادهم هم يفتحون قلبهم لك ويؤمنون الحماية لك بل وإن حصل شيء من الخطر يقدمون الخطر على أنفسهم قبل أن يقدم عليك أنا أقول هؤلاء المجاهدون يستحقون منا نحن كدعات وطلاب علم وعلماء كبار يستحقون منا أكثر من ذلك بكثير ويستحقون منا أن لا نفارقهم وأن نكون معهم دائما وعند حسن ظنهم وشركاء لهم في الفكر وفي الخندق معنا نعم وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم نشكركم شكرا جزيلا شكرا لكم أخي نشكركم أعزان المشاهدين على حسن متابعتكم لنلقاكم في الحلقة القادمة دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا